من أسباب السعادة الزوجة الصالحة إن الرجل يرزقه الله تعالى زوجة صالحة تعينه على دينه وتعينه على إيمانه والمرأة من أسباب سعادتها إن ربنا يرزقها بزوج صالح يعينها على إيمانها ويحفظ حقوقها ويكرمها إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها كما ورد عن السلف الصالح هذه المنحة من الله سبحانه وتعالى رزق من رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي من رزقه الله هنا لابد من وقفه كأن الزوجة الصالحة مش بشطرتك ولا صحيح الإنسان لازم يأخذ بالأسباب ويبحث عن الزوجة الصالحة ويتخيرها من بين الناس ولا يتعجل في موضوع الزواج حتى يرزقه الله تعالى الزوجة الصالحة لكن في النهاية مع سعيك وأخذك بالأسباب الزوجة رزق من الله عز وجل وبخاصة الزوجة الصالحة من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الزوجة الصالحة معونة على شطر الدين قال بعض أهل الحديث إن الإنسان وهو غير متزوج يقاتل على جبهتين يقاتل على جبهتين ليقيم نفسه على منهج الله عز وجل بمعنى إنه عنده شهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج يريد أن يعف نفسه بالحلال ويريد أن يأكل الحلال طيب وهو عازب عمال بيقاوم الشيطان يأتي من هذه الناحية ويأتي من هذه الناحية لكن إذا تزوج سكنت نفسه وكفاه الله تعالى مؤونة شهوة الفرج وبقيت مسألة شهوة البطن يسعى على اللقمة الحلال هكذا ذكر أهل العلم فليتق الله في الشطر الباقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعادة أن تكون لك زوجة صالحة تسرك إذا نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها في نفسها وفي مالك هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ومن شقاوة الإنسان الزوجة السوء التي تحمل لسانها على زوجها ويراها فتسوءه والعياذ بالله وإذا غاب عنها لم تحفظه لا في نفسها ولا في ماله والعياذ بالله هكذا الزوجة السوء تكون سببا لشقاوة الإنسان كذلك الزوج السوء الزوج السيء من أسباب شقاوة المرأة عندما تتزوج رجلا لا يتق الله عز وجل لا يحفظ حقوقها يرتكب الكبائر والعياذ بالله قاطع لرحمه يجلب الشر والعياذ بالله والشؤم على البيت بسبب معاصيه والعياذ بالله إذن أيها الإخوة على الإنسان قبل كل شيء أن يحرص على أن يكون له زوجة صالحة وكذلك المرأة عليها أن تحرص أن يكون لها زوج صالح فهذا من أعظم أسباب السعادة حتى لو بقي الإنسان فترة بلا زواج حتى لو بقيت البنت فترة بلا زواج ليس مشكلة مش علشان البنت ليس لها زوج أو لا يأتيها الخطاب يوم أول واحد يخبط على الباب حتى ولو كان سيء الأخلاق نقبل به زوجا لا هذا الزوج ربما يكون سببا في شقائها والعياذ بالله شكرا